السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ المتوسطة ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ يسمين وإن شاء الله الدرس عنها اليوم رح يكون في مادة العلم الطبيعية والحياة وبالتحديد رح نكمل ما بدأنا في الفيديوهات السابقة اللي هي حول وحدة النبات الأخضر نطي الله بلا منطول عليكم أبنائي الدرس عنها اليوم رح يكون عن عملية النتح ما هي عملية النتح ولا كيفاش يصرى النتح عند النبات الأخضر دونك اللي كانت لاحظوا درنا النصغ الناقص والكامل دونك رح إن شاء الله والتركيب ضوئي طبعا إن شاء الله رح نشوفها تكمل عليه اللي هو النتح دونك لازم تلميذ يكون على الأقل يعرفوا شنه هو نصغ كامل نصغ ناقص التغذية عندنا النبات اللي درناه في الفيديوهات السابقة دونك يلا هنبدأ مع بعض ونشوفو كيفاش تصرى عملية النتح دونك اللي هنا عندي عبارة عن تجربتين دونك اللي هنا عندي زوج تجارب لازم في العلوم لازم نعرف نقرأ تجارب لأنه تجارب رح ندي منها النتيجة الملاحظة والاستفسار دونك لازم نعرف نقرأ ناتي نعرف نقرأ عفوا التجربة تعنا دونك نلاحظوا اللي هنا نبدأ ونقرأ رانا نشوفو باللي عندنا نبات أخضر سليم كيفاش معنتها سليم معنت ما في حتة عطب أهم الجذور التاعهم الساق والأوراق نفس الشي بالنسبة للتجربة رقم اثنين عنده جذور ساق وأوراق بشكل عادي مفهوم؟ وفرنا لكيلاهما التربة دونك هذا عنده تربة هذا عنده تربة لاحظوا فقط أبنائي لهنا عندي درت كيس بلاستيكي في كيلة تجربتين دونك كيس بلاستيكي شفاف معنتها غطيت النبات التاعي بكيس بلاستيكي مفهوم؟ في كيلة نبتتين هذا غطيته بكيس بلاستيكي وهذا غطيته بكيس بلاستيكي يعني بساشي دونك لكن هناك اختلاف بسيط فيهم دونك بالنسبة للتجربة هاتي نقرأوا مع بعض ماء زائد أملح معدنية بكترة معنتها التربة التاعي في هذا التجربة دونك هيا نرقمها هكذا باش نعرفوا كيفاش نجاوبوا على كل تجربة يلا التجربة رقم واحد الماء التربة التاعي كانت مشبعة بالماء والأملح معدنية معنتها مش يعني بالفوق لازم لا معنتها النبات التاعي حطيت له ماء وأملح معدنية بوفرة معنتها يقدر حتى انه يكون عنده فائط لكن هنا في التجربة رقم اثنين شوفوا اشي كتبنا كتبنا طربة جافة وشو معنتها طربة جافة معنتها مسكينة فقيرة من الماء والاملح المعدنية معنتها كلي واحد سقيتو واحد ما سقيتوش مفهوم نقط هذه هي كيفاش نقرأ التجارب بتاعنا يلا نلاحظوا قلنا هذا نبات أخضر جدر سيبو كلاهما عنده نبات أخضر وكلاهما الجدر ووفرنا كذلك الضوء في كلاهما معنتها هذه وفرت لها الضوء بجديل لتركيب ضوئي وهذه كذلك وفرت لها الضوء بجديل لتصرع عملية تركيب ضوئي لكن ملاحظة لنا نلاحظها في التجربة رقم واحد عندي قطيرات مائية كثيرة معنتها تشكلي في الكيس البلاستيكي يعني التكاثف هي في الكيمة في الفيزياء قرينا التكاثف مع بعض دوك في الكيس بلاستيكي تجمع لي الكثير من القطيرات المائية أما في الكيس البلاستيكي رقم اثنين تعنبتها تانية فإن القطيرات المائية كما نلاحظو قليلة تفكروا كيما كسرونا كي تكون تغلي ونروحو نديرو لغطا فوقها يصرا هذوك القطيرات المائية ما فهم قطيرات المائية معنتها جغ حاجة رهي تتنفس هذي هي وشنو معنتها عملية معنتها النبات التاية رهو يتنفس معنتها رهو يضطرح القطيرات المائية لكن لاحظو هنا قطيرات مائية كثيرة علش كثيرة لأنني درت الماء والأملاح المعدنية بكثرة ما فهم وهنا علش عندي قطيرات مائية قليلة لأنه درت تربة جافة وش نستنشتو باللي كل ما درت الماء والأملاح المعدنية بوفرة القطيرات المائية تكون بوفرة والحكس صحيح درت تربة جافة معنتها فقيرة من الأملاح المعدنية والماء فالقطيرات المائية تكون قليلة مفهوم نقرأوا التجربة معا بعد ونسيوا نفهمها ونشوفوا ما معنى الامتصاص الجذري وش يقول لي يطرح النبات الأخضر جزءا من الماء الممتص نبات الأخضر وش يدير يمتص الماء والأملاح الموجودة على مستوى التربة بعد ما يمتصوا وش يدير يطرحوا جزءا منه معندها يمد جزء منه خلاص الجزء اللي يشربوا يستفاد منه سيبون ليخليه فيه وجزء منه لا يحتاجه فيطرحوه مفهوم على شكل بخار ماء إذن كيفاش يطرحوا على شكل بخار ماء أو بين قوسين قطيرات مائية معندها قطارات من الماء صغر وتدعى هذه العملية بالنتح النتح ما هي إلا عملية طرح النبات الأخضر إلى بخار الماء أو قطيرات الماء مفهوم سهلة وبسيطة وما تحتاج من بات عقيد ولا تحدث هذه العملية إلا عند حدوث امتصاص جذري معندها إذا مثلا كمالهنا مثلا لو كان نحلوا جعل الماء أو الأملح المعدنية فإنه ما يكونش كي النتح مدام ما كاش امتصاص جذري ما يمتصش الماء ما يكونش كي النتح إذا امتص الماء فإنه هناك عملية نتح مفهوم إذا سهلة وبسيطة تفكروا مثل الإنسان أبنائي النبات مثل الإنسان الإنسان يشرب الماء واللي الماء اللي يحتاجه أروا يخدم به العدوية اللي ما يحتاجوش يطرحه على شكل فضالات مفهوم نفس الشي النبات جزء من الماء يسحقه لينمو والجزء يطرحه بواسطة عملية النتح مفهوم إذا هذا بالنسبة للدرسة اللي كان تكملة لوحدة النبات الأخضر واللي شفناه اللي هو النتح أي سؤال ولا إستفسار خلوه في التعليقات نحاول نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكيما نقول لكم حاولوا تبرتاجوا الفيديو اللي كي تعمى الفائدة إن شاء الله هو بتوفيق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر